بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثالث من الدرس الخامس نتعرف فيه على المصفوفة المتماثلة Symmetric Matrix وهي إحدى المصفوفات المميزة تكون المصفوفة المربعة متماثلة Symmetric Matrix A is 6B symmetric if A equal AT أي أن إذا دورنا المصفوفة لكان مدور المصفوفة يساوي المصفوفة الأصلية أي أن المصفوفة لا تغير شكلها بعد تدويرها وهناك طريقة أخرى يمكن الحصول بها على هذه النتيجة واستنتاج أن المصفوفة متماثلة بمجرد النظر فلو تغاضين عن عناصر القطر الرئيسي هكذا لو وجدنا أن العناصر حوله تتماثل فهنا أربعة وتحت أربعة هنا خمسة وتحت خمسة على نفس البعد وهنا صفر وتحت صفر على نفس البعد أي أن القطر الرئيسي يعمل كما لو كان محور تماثل ولعل هذا هو سبب التسمية أنها مصفوفة متماثلة كما لو نظرنا في رأس الإنسان لو وجدنا أن هناك محور تماثل وهو هذا الخط الأحمر يقسم رأس الإنسان إلى نصفين متماثلين فتجد هناك على الجانب الأيمن حاجب أيمن وعنفس المسافة حاجب أيسر في الجزء الأيسر عين يمنى وأخرى يسرى أذنون يمنى وأخرى يسرى حتى الأسنان نصفها في الجانب الأيمن والنصف الآخر في الجانب الأيسر إليكم بعض الأمثلة على المصفوفات المتماثلة هذه المصفوفة مثلا يوجد فوق القطر الرئيسي ثلاثة تحت ثلاثة هنا خمسة وفرقنا المقابل خمسة هنا أربعة وتحت أربعة المصفوفة الثانية اثنين في اثنين تجد فوق القطر الرئيسي سالب ثلاثة وتحت سالب ثلاثة أيضا ولو أردنا أن نثبت ذلك جبريا لو سمينا هذه المصفوفة مثلا فنأتي بمدور المصفوفة وننظر هل يساوي المصفوفة الأصلية أم لا فنحول صفوف هذه المصفوفة إلى أعمدة سبعة سالب ثلاثة سالب ثلاثة خمسة أي أنها تساوي المصفوفة الأصلية وهذا شرط أن تكون المصفوفة متماثلة إذا نظرنا لأي مصفوفة قطرية لو وجدنا أنها تحقق شرط التماثل فكل مصفوفة قطرية هي مصفوفة متماثلة لماذا؟ لأن الأصفار فوق وتحت القطر الرئيسي تكون متماثلة على أبعاد متساوية وكذلك لو أخذنا مصفوفة الوحدة كحالة خاصة من المصفوفات القطرية فهي أيضا متماثلة لماذا؟ لأن فوق وتحت القطر الرئيسي يوجد أصفار وهي متماثلة كذلك بالنسبة للقطر الرئيسي في النهاية أي مصفوفة صفرية مربعة هي أيضا متماثلة لماذا؟ لأن الأصفار تتماثل فوق وتحت القطر الرئيسي الآن مع بعض خواص المصفوفات المتماثلة في البداية نتكلم عن تدوير المصفوفة المتماثلة جمعوها مع بعضها وترحوها مع بعضها وضربوها في عدد قياسي فإذا كان علينا المصفوفتان A و B مصفوفتان متماثلتان ذات نفس البعد وكانك عدد قياسيا فإن الخاصية الأولى مدور المصفوفة المتماثلة هو أيضا مصفوفة متماثلة A T is symmetric كذلك مجموعة أي مصفوفتين متماثلتين أو الخارج من طرحهما هو أيضا مصفوفة متماثلة بمعنى أن A زائد B وكذلك A x B سيكون أيضا مصفوفة متماثلة وكذلك الخاصية الثالثة إذا ضربنا أي مصفوفة متماثلة في عدد قياسي كان الناتج مصفوفة متماثلة ماذا عن ضرب المصفوفات المتماثلة في بعضها هل يكون أيضا ينتج عنهم مصفوفة متماثلة أم لا يبين ذلك النظرية التالية The product of two symmetric matrices حاصل ضرب مصفوفتين متماثلتين يكون متماثلا في الحالة إذا وفقت إذا كان هاتين المصفوفتين commute بمعنى تتبادلان في الضرب بمعنى أن A B يساوي B A نعلم أحبتي أن حاصل ضرب المصفوفات هو عملية غير إبدالية بمعنى أن A B لا يساوي B A وإذا تحقق هذا الشرط تسمينا أن هذه المصفوفات قلنا عنها matrices commute أي أن عاملة الضرب لها عملية إبدالية فلإثبات ذلك لو أخذنا A B ندور حاصل الضرب A B فإذا استنتجنا أنه يساوي A B الأصلية كانت مصفوفة متماثلة فهذا يساوي من خواص transpose matrix B transpose A transpose وحيث أن أحبتي A مصفوفة متماثلة فإن A T يساوي A وبكذلك متماثلة فB T يساوي أيضا B إذن هذا يساوي B في A طيب الآن هاتين المصفوفتين commute يعني تتبادلان في الضرب فهذا يساوي A في B بدأنا بAB transpose وجدنا أنه يساوي في النهاية AB نفسها إذن حاصل الضرب AB يكون أيضا متماثلا ولكن بشرط أن A وب commute الخاصية التالية تتكلم عن معكوس المصفوفة المتماثلة If A is an invertible symmetric matrix لو كانت A مصفوفة متماثلة ولاها معكوس then A-1 is symmetric أي أن معكوس المصفوفة المتماثلة إن وجد يكون أيضا مصفوفة متماثلة ولإثبات ذلك نأخذ A minus 1 transpose من خواص المعكوس والمدور نجد أنه يمكن الإبدال بين T وناقص واحد فيمكن أن نأتي بمعكوس المصفوفة أولا ثم ندورها أو ندور المصفوفة أولا ثم نأتي بمعكوسها كما أخذنا في الخواص سابقا فهذا يساوي A T ناقص واحد وحيث أن A مصفوفة متماثلة فإن A T يساوي A إذن بدأنا أحبتي بA ناقص واحد T وجدنا في النهاية تساوي A ناقص واحد وهذا يثبت أن A ناقص واحد أو معكوس المصفوفة هو مصفوفة متماثلة الجزء الأخير معنا في خواص المصفوفة المتماثلة هو أنه حاصل ضرب أي مصفوفة في مدورها يساوي ويعطي مصفوفة متماثلة بغض النظر عن ما إذا كانت المصفوفة المعطاء مربعة أو مستطيلة وحتى نتأكد طبعا نعلم أن المصفوفة المتماثلة لابد أن تكون مربعة ففي البداية نتأكد من أن A في A T و A T في A تكون مصفوفة مربعة لو ضربنا A ذات أبعاد M في N في A T ذات أبعاد N في M لو وجدنا أن ناتج الضرب ذو أبعاد M في M ولو أخذنا العكس A T ضرب A هنا N في M وهنا M في N لو وجدنا أن ناتج هذا الضرب A T في A يكون ذو أبعاد N في N إذن فكل العمليتين A في A T أو A T في A يعطي مصفوفة مربعة والآن تعالوا نثبت أنها مصفوفة متماثلة فلو أخذنا مثلا A في A T وجئنا بمدورها Transpose إذا ساوى A A T الأصلية كانت مصفوفة متماثلة كما نعلم من شرط التماثل فهذا يساوي من خواص Transpose نعكس A T T ثم نكتب A ونعطيها T من خواص مدور المصفوفة A T T يعطي المصفوفة الأصلية هذا يعطي A هذا يعطي المصفوفة الأصلية A في A T إذن أحبتي بقنا ب A T A T T عادت إلى أصلها A A T هذا يثبت أن حصل ضرب A في A T هو مصفوفة متماثلة وبالمثل يمكن إثبات أن A T A هي أيضا مصفوفة متماثلة أيضا ومثال يوضح ذلك لو عندنا المصفوفة A تساوي 1 سلب 2 4 3 0 5 وجئنا بحاصل الضرب A T A لو وجبناه يعطي المصفوفة التالية 10 10 سلب 2 سلب 11 سلب 2 4 سلب 8 سلب 11 سلب 8 41 لو تغضينا عن القطر الرئيسي لو وجدنا أن العناصر تتماثل فوق وتحت القطر الرئيسي كما ترون تتماثل العناصر حول القطر الرئيسي لو جئنا بالعكس A في A T لو وجدنا أنه يعطي مصفوفة 2 في 2 لو تغضينا عن القطر الرئيسي لو وجدنا أن العناصر حوله تكون متماثلة وهذا يثبت النظرية السابقة